كما تم رسمياً تنصيب النائب العملي لدى مجلس قضاء أصطيف الجديد عبد المجيد بالحاج بدل جباري عبد المجيد وكما تم تنصيب أيضاً رشيد علان رئيساً للمجلس بدل رئيس المجلس السابق محمد قروابي المزيد مع فرش شايد تأتي هذه الحركة والساحة الوطنية تشهد منذ سنة حركة غير معهودة تنادي بإصلاح شامل لمؤسسة الدولة وأخلقة الحياة العامة مما يصون الحقوق والحريات ويرسي أسس الدولة الديمقراطية